هو ليه الجيش المصري مهتم بنقل تكنولوجية مقاتلات الكورية الجنوبية من طراز F-A-50 ومعاهم نقل تكنولوجيا للمقاتلة تيجاز أول مقاتلة هندي والموضوع مش بيقف بس الحد هنا لان دي مجرد البداية مصر دلوقتي بتتعاقل على نقل تكنولوجيا تصنيع المدفع الكوري الجنوبي K-9 هاوتزر وعقد بتصنيع الفرقات الألمانية Mico A-200 واللي وصلت بسنتر اسكندرية قريب دا غير ان هي دلوقتي بتصنع الكورفت الشبحي Gowind الفرنسي دا غير تطور شاسع حصل في تطوير فيلك المدرقات وحتى الدبابات وخروج نصف مصرية زي عائلة التمساح بنسخة مختلفة واللي بتكفي تقريبا كامل يحتاج القوات المسلحة وانا بسؤال منطقي ليه كل الاهتمام والزيادة دي بالتصنيع العسكري والصفقات العسكرية عموما ويعلاقة دا باللي بيحصل دلوقتي بالروسيا أوكرانيا خصوصا ان كل الدول الأوروبية دلوقتي بتتحسى السلاحها وبتدور ازايها تحمي نفسها بنفسها ودلوقتي الجانب المصري لما يتحسس سلاحه هيلاقي تفاصيل كتير لان الاهتمام المصري كان واضح كدا بالتصنيع العسكري وتطور العسكري لجيش المصري عموما من اكتر من 9 سنين اشمعنا بقى وليه التركيز على نقل التكنولوجيا العسكرية والتصنيع بالذات وخلينا نشوف التركيز والقوة العسكرية المصرية وصلت لحد فين النهاردة في 2022 وحنا تقني على 23 او وهلا احنا كنا عارفين ان في حرب هتقوم في المستقبل دعونا نشوف التفاصيل على طول انا محمد خالد وقهوتك وحصني دعونا نبدأ الحكاية من الاول في 2014 قامت زي ثورة كده على حاكم اوكرانيا وقتها وهو فيكتور يانكوفيتش وده الرئيس الاوكراني اللي كان مدعوم من بوتين شخصية الشعب زهق منه وزهق من القبضة الروسية عموما وكان عنده امل انه يصبح دولة اوروبية وينضم للكتلة الغربية طبع اوروبا وانه يعلم مش ممكن يوم في الايام يخش حلف الناتو ويخش كمال الاتحاد الاوروبي وفعلا تقوم الثورة ويهرب يانكوفيتش على روسيا عشان يسحى الشعب الاوكراني تاني يوم بقوات ملسمة بمسلحة باعلام كنا محدش عارف يا ايه وبمضرعات وتسيطر على منطقة شبه جزيرة القرم الاوكرانية بالكامل القوات دي هي قوات روسية او بمعنى صح موالية لروسيا وجاية لحماية المصالح الروسية على الاراضي الاوكرانية وبالتحديد شبه جزيرة القرم لان شبه جزيرة القرم بتضم منقس فاستبول وقاعدة اسطول البحر الاسود للأسطول الروسي الميناء ده حيوي جدا وحساس جدا لروسيا لانه الميناء الوحيد المطل على البحر الاسود اللي اعتبر مياه ودافئة ويعني مش مجمدة طول السنة على عكس المواني اللي موجودة فروسيا كلها ده غير القاعدة العسكرية المهمة جدا لأسطول البحر الاسود اللي مفيز زيها في البحر كله يعني الجزيرة دي تنترك تحت بند الامن القومي الروسي ومن لحظتها بدأت روسيا تتعامل مع شبه جزيرة القرم دي أكناها حتة من روسيا بالضبط وبدأنا نشوف جنود روس موجودين على الارضي الاوكرانية لدرجة ان كان في جنود من الجيش الروسي وزباط بيسيبوا مصيفهم ويسيبوا الجيش الاوكراني وينضموا للجيش الروسي لان مرتباتهم اعلى ومتقدرين انك احسن الحدث ده بقى تأثيره على العالم مكانش هاين ويعني مكانش تأثير كبير اوزها دلوقتي ولكن برضه مكانش هاين روسيا في يوم وليلة اقتحم الدولة مجورة وخدت حتة من ارضها وبدأت دي بتاعتي حدشي جنبها عادي يا ترى موقف امريكا ايه هتسكت عادي كده والحقيقة ان امريكا ما خدتش اي موقف يوسكر لا هي ولا دول حيل في الناتو ولا اي تدخل عسكري ملحوظ اكتفوا بس بفرض العقوبات الاقتصادية حاجة ما بتجيبش نتيجة خالص لان فرض العقوبات سلاحزوا حدين زي ما انت بتعزل الدولة اللي بتفرد عليها عقوبات وبتمنحها من حاجات حساسية جدا ومهمة جدا فالعقوبات دي لو طولت الدولة بتقدر تخلق وسائل رادع وطرق اشبه بالتحايل على العقوبات دي الاقتصاد الروسي في عز العقوبات من اول 2014 لحد 2022 نمى بشكل ملحوظ اقتصاد ينمو وسط العقوبات لان بوتر انتر يعني يطبع الموضوع شوية وقال له هجد عادي ما حصلش حاجة يعني وبعدين انا عندي غاز كتير عمدوكو انتم محتاجين غاز صح تعال قديكو غاز وكان كل مرة بيزود ان التقارر الاوروبية تعاول عليه اكتر في امدادات الغاز بتاعته لحد ما قلت روسيا مصدر مهم جدا للغاز الطبيعي لأوروبا وبرضو حتى للنفر واللي يعتبروا الاتنين دول بالذات المصدرين دول هم اللي ساعد بوتين وكانوا وقود الحرب حرفيا في الحرب اللي قامت في 2022 وده طبعا اللي خلق احتياطي نقضي عمدوك لدى روسيا وصل لأكتر من 640 مليار دولار الفلوس دي كت اغلبيتها عملات من الدهب وعملات يعني سلت عملات كده الدولار هو قل عملة فيهم تقريبة هنا نقدر نبوص ان هي اقتصاد حرب معاك دهب بتصرف بيها الحرب ومعاك مسائل طاقة اوهو يعني موارد طاقة بتشغل بيها الدنيا هنا نقدر نقول ان روسيا كانت بتستعد لاقتصاد حرب بتتعول على الدهب وتحت ايدك مساطر طاقة لان الاتنين دول مهما حصل ايميتهم مش هتنخفض بالعكس وقت الحروب والازمات ايميتهم بترتفع وده اللي حصل مع روسيا لان دايما الطلب عليهم هيفضل عالي وبالذات وقت الازمات اصول زي الدهب تعتبر ملاز امن للساسمار واللي بتقدر تحافظ بيها على مدخراتك من ايميتها من التضخم وده اللي بيوفره لك راعي حلقة النهاردة وهي منصة ايفست ايفست هي شركة عالمية ومرخصة من اعلى الهيئة الرقابة المالية واللي من خلالها تقدر تستثمر وتتداول على كذا اصل زي الدهب مثلا واسهم شركات الطاقة زي الغاز الطبيعي والبترول اللي اسهمها في الطالع وعمار تحقق ما كسب اكتر ده غير الاستثمار في سنديل الاستثمار وحتى العملات الرقمية كل ده بتوفره لك المنصة وبعمولها صفر في المية وتقدر تاخد بونس بيوصل لمية في المية على اول اداع يعني وانس ان معاك خمسمائة دولار في حسابك الخمسمائة دي تقلب الف دولار ده غير حساب تجريبي بيمت خمسة وعشين الف دولار بيكون مفيد جدا للمبتدئين بحيث انك تجرب وتبدأ تتعلم عليه من غير ما تضحي بحاجة من مدخراتك رابط البونس والحساب التجريبي والتسجيل عموما هتلاقي موجود تحت الفيديو نكمل وانا صديقي الحدث ده مكانش المفروض انه يعدي بالسهل وبالذات للدول الاوروبية لان احنا عندنا هنا دول الاوروبية تم اقتحمى في تاني يوم وتاخد حتة من ارضها عادي جدا لو انت بقى مكان الدول الاوروبية دي المفروض تعمل هيه المفروض ببساطة كده تتحسس سلاحك وتأمل على جيشك ويطار هيفضل يحميك ولا لا ولكن ده ما حصلش ولكنه حصل في مكان تاني في الشرق الاوسط بالتحديد في مصر احنا بقى الموضوع ده ما عدش علينا بالسهل بالعكس بدأنا نركز معه شوية لان غزو شبك زيرة القرم كان بمثابة بدء العلم جديد كسر فيه احتكار القوة العظمة لامريكا عصر ما يسمى بعصر متعدد الاقطاب وان خلاص ما بقىش فيه عصر بقى شرطة العلم ان هو يتحكم في كل حاجة عندنا روسيا قوة صعدة ومتحكمة عسكريا وعندنا الصين اللي بتصنع كل حاجة والاسف في العصول ومتعددة الاطراف دي ممكن يضربوا في بعض ووقت الضرب محدش هيقدر يحميك غير نفسك وانا تسأل طب معلش يا محمد احنا 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 اللي فكرنا بالنقطة ديت يعني هو او انا صديقي مش احنا الواحدين اللي فكرنا بالطريقة دي تاني حاجة لان ببساطة تاريخنا مختلف عن اي تاريخ لأي دولة موجودة على الارض دي يكفينا اولا كصديقي ان احنا اخر 120 سنة دخلنا 8 حروب يعني ببساطة كده مش مصدقني عد معاي الحرب العلمية الاولى 1914 الحرب العلمية التانية 1936 ايواش اركنا فيهم وده عايز له موضوع لوحده مش محتاج نعمله حلقة يعني حرب 48 العدوان السوريسي على مصر 1956 هزيمة حرب 67 انتصار اكتوبر 1973 الحرب على الارهاب 1981 والحرب التانية على الارهاب واللي كانت اشرص من الاولانية من بداية 2011 الحروب دي خلقت عقلية عسكرية قوية جدا وفريدة جدا للشعب المصر عقلية شهد بيها العدو قبل الصديق واللي من اهم الحاجات التي تعلمناها في الحروب دي كلها اللي انت لازم تصنع سلحك بنفسك وش عشان ما يجيش علي وقت وقع زي الفخ اللي انا وقعت فيه في 67 وقت ما اتدمرت بالكامل وما كانش قدامي غير طرف واحد بس اخد منه سلاحي وهو الطرف السوفيتي اللي كان بيسحب دم المصريين وده زي ما كان بيقوله رئيس السادة هدف التصنيع العسكري هو من زمان وبدأ من سنة 1973 ببعد الحرب على طول وحتى كان فيه لقاء يعني معروف جدا لمشير ابو حمد ابو غزالة لمسبيرو واللي اتصور سنة 1984 بيشرح فيه اللي وصلت له مصانع الانتاج الحربي وقتها من التصنيع العسكري وهو هبقى سيبهولك في المصادر يعني هو اللقاء جميل جدا ومن 84 لقاء 2012 حصلت حاجات يعني نوعا هي كانت فترة كبيرة بس التغيير فيها ما كانتش بالوتيرة السريعة المطلوبة بالعكس الجيش المصري قوته نوعا ما كانت متوضعة شوية في الوقت ده يعني لو جينا فتحنا تصنيف الجيوش في موقع جلوبر فاير باور فاول تصنيف يعمله او تاني تصنيف سنة 2006 هنلاقي ان تصنيف الجيش المصري وقتها كان هو 22 على مستوى العالم بينما نظيره الصهيوني كان في المرتبة العشرة على مستوى العالم وده كده كان مثال بسيط كروكي كده يوضح لك حجم النمو والقوة ما بين الجيشين في الوقت ده كتعاملة ازاي وده هنا معناه انك في خطر لان انت مش محقق توازن القوة المطلوب بينك وبين عدوك حتى لو انت قم معها سلام مش مبرر الحاجات دي بقى او الحاجات دي كلها بدأت تتغير من بعد 2013 و2014 بالتوازي مع اللي كان بيحصل في اوكرانيا والوقوبات اللي اتفرضت عروسيا كان احنا عندنا حدث مهم جدا هو ان الادارة امريكية رفضت تسلم الجزء الاباتشي او الجزء من طرارات الاباتشي المصرية اللي كانت بتاخد دورة صيانتها فامريكا قالت لا احنا هنجمدهم ومش هيرجعهم وعارف بقى الباقي اللي موجود عندك ده مش ان نبعد له قطع غيار فبالطبيعي مش عارف يشتغل ودي كتضربة مؤلمة لسلاح الجو المصر لان الاباتشي بالذات كتسلاح مهم جدا للحرب على ارهاب في سينا في 2013 في زروتها وهنا بدأ التفكير المصري جديا في البحث على تنويع مصادر التسليح وبدء الاستفاد من الازمة اللي بتحصل في العالم انا زي ما انا عندي مشاكل مع امريكا روسيا هي كمان عندها مشاكل مع امريكا طب وهي المشكلة افتح قنوات دبلوماسية للتواصل مع روسيا من جديد وبوتن اللي من ساعة ماجهه ما كانش فيه تعامل دبلوماسي قوي يسكر من ساعة ماجهه لحد اللحظة دي فتح بابه على البحر اللي قادة المصرية وقالهم يا باشا انت هتاخد سلاح تريبا مش هتطالف تاخده من اي حد تاني على الكوكب ده غيري هتديك اللي عمرك ما شوفته وقدرت مصر لأول مرة في تاريخها تاخد سلاح متطور جدا يمكن نقول الطاب ليفل اللي موجود في روسيا مروحيات زي الكاموف 52 واللي مش مشتغل في حد على الكوكب ده كله غير في بلدها روسيا وبره البلد دي في مصر بس ودي كت المكافئ او تعتبر نوعا ما الاقوى من الاباتشي بالنسبة لي يعني ده غير بقى منظومات دفاع الجوي عادة عندنا منظومات قصيرة المدى زي منظومات تور امتو وعندنا منظومات متوسطة المدى زي بوك امتو وعندنا والاول مرة في تاريخ مصر منظومة دفاع جوي بعيدة المدى وهي الاس 300 بي ام واللي ما دعها بيوصل من ميتين وخمسين والحد تلتمية كيلومتر وده طبعا غير اتنين وخمسين مقاتلة من طراز ميج 29 امتو مقاتلة من الجيل الرابع المعزز فور بلاس بلاس واللي حققت نقلة في تطور القوات الجوية المصرية لان الاس 16 ما بقيتش مكافئة للتطور الجديد اللي بيحصل في المستقبل ودي كده نوعا ما الصفقات المعلنة في صفقات تانية غير معلنة ومعلومات مش مؤكدة يعني زي استلام مصر لصواريخ اسكندر وصواريخ ارض ارض تيكتيكية ما دعها بيوصل لحوالي اكتر من 300 كيلومتر ولكن كل الاسلحة دي بقى كوم والسلاح اللي جاي ده كوم تاني خالص وقام السلاح هو رادار ريزونس ريزونس هي محطة رادار مترية بتشتغل على الطبقة العالية من الاسينوسفير او الاسينوسفير تقريبا ودي طبقة عالية موجودة في الغلاف الجوي وده اللي بيسمح للمحطة دي ان هي طلقت الاجزام الشبحية بتقنية الجيل الخامس وتخلي البصمة الرادارية بتاعت الطائرات الشبحية اكبر على الرادار ريزونس عنده مساحة تغطية بتوصل لدايرة قطرها يمكن اكتر من 1000 كيلومتر ويقدر اكشف 500 هدف في اللحظة الواحدة سلاح زي ده ما تتخيلش اهميته عاملة ازاي بالنسبة لجيش المصري خصوصا ان انت على حدودك عندك كيش كده عنده في سلاح الجو بتاعه طائرات شبحية من طراز اف 35 ودي كده كان ملخص صفقات بين مصر وروسيا واقع اكون فاكر ان هي كده خلصت لا احنا بنسخن لا احنا بنسخن اهوتك معاك كده ولو خلصت روح اعمل لك واحدة تانية لسه قاعدين لان في الوقت اللي كان مصر بتفتح فيه قنوات تواصل مع الروس كانت فيه قنوات تانية بتتفتح في اوروبا بالذات في فرنسا واللي انت كنت ببساطة بتارد عليهم فرصة ما كانوش احنا مو بيها من زمان فرنسا كدولة استثمارت كتير جدا في التصنيع العسكري وعندها خبرة وتكنولوجيا عسكرية متطورة جدا حصيلة انتاج وتنفيذ لأكتر من 40 سنة قدر تطلع فيهم تكنولوجيا عسكرية قوية ومتطورة ولكن يعني مفيش حاجة بلاش التكنولوجيا العسكرية الفرنسا دي مكلفة جدا ومكلفة اكتر بذات لو انت بتصنع لنفسك محليا ومش بيتبيع وده هيمنع عليك ان انت جيلك فلوس او عائد من اللي انت بتصنعه ده في حيث ان انت تعرف تصرف وتطور تصرف وتطور وده كان بسبب حاجة بسيطة وهو احتكار امريكا لسوق السلاح على مستوى العالم فرنسا كان عندها سلاح بالكوم ومتطور وقوي ولكن مش عارفت بيعه بسبب الامريكا فرنسا عندها سلاح بالكوم وتكنولوجيا متطورة جدا ومش عارفت بيعها وبأرجع لحالة تعاود الجيش نابليون يعني هتتبسط بالموضوع اولا كلمنا فيه بالتفصيل المهم هنا باشا ان سبب الاحتكار ده هو ان امريكا محتكرة سوء السلاح وفلوسه كلها وقفلة جدا على فرنسا انه زي ما قلتلك قبل كده في فيديوهات اللي بيشتري السلاح ومش بيشتري سلاح بالمعنة الحرفي وبيشتري الرضا والامان للدولة اللي بيشتري منها السلاح وعشان كده الكل بيروح يشتري السلاح من امريكا عشان يحميه ويطوره ويكون اكلمنا في المضادة قبل كده برضه انت لما بتشتري مقاطرات F16 من امريكا انت بتشتري دعم امريكا وحمايتها لك المهم باشا ان فك الازمة الفرنسية دي كان على يد الشريك او الجانب المصري اللي دخل واشتهن اول 24 مقاتلة رفال عشان يكون تاني دولة على مستوى العالم يشتري الرفال بعد الهند في حالة مصر انت هنا اصلا مخاصة مع امريكا ومش محتاج رضاة في حاجة فانت رايح تشتري من فرنسا سلاح وسلاح وبس مش عايز منها الرضا مش عايز منها الليلة دي وهنا قدرت مصر تحصل على 24 مقاتلة رفال واثنين حاملة طائرات من تراز مسترال لتنفيذ الهجمات البرمائية واللي كان بيشتغل عليهم اسطول الكاموف الروسي واللي الميكس ده عمرك ما هتلاقيه في حتة تانية في العالم طائرات روسي بتشتغل عليها حاملة فرنسية واللي في المستقبل بيشتغل على نفس الحاملة طائرات روسي وامريكاني على نفس الحاملة الفرنسية صالح النبي بجانب كل ده اضافة لشوية صفقات لمعدات وتكنولوجيا متطورة جدا من فرنسا اجهزة مراقبة وسطشعار ودي هي نقطة القوة للجش الفرنسي هم المتطورين او في الحتة تلك وبناضافة لشوية صفقات من دول تانية اوروبية مثلا زي ايطاليا اللي خدت منها الفرقاطة فرنبرجاميني وهي تعتبر احدث الفرقاطات اللي بيشتغل بيها حلف النيتو او الدول الاوروبية عموما يعني فرقاطة شبحية متعددة للاستخدمات على حسب التراز اللي انت واخده وده بالاضافة برضو لصفقة الغواصات الالمانية من تراز طايب 209 على 1440 الغواصات اللي عملت نقلة في سلح البحرية المصرية لان قبل كده البحرية كانت تعتمد على سلح الغواصات بتاعتها في غواصات روميو كلاس اللي وصلت من ايام التحاد السوفيتي اللي كانت موجود ايام عبد الناصر وعلى فكرة الغواصات دي لسه شغلة برضو لحد النهاردة مع التعديل والتطوير يعني كخواصات خدمة او سي يعني ايه يعني باك اوب يعني غواصات الطايب لما وصلت عملت قلأ للكاين الصهيوني وخلقت اختلال في ميزان القوة والحقيقة ان الصينة من زمان كانوا في حالة رعب من تعازم قوة الجيش المصري وخايفين وعملين يسألوا فيه ايه الليلة دي بتكبر ليه احرتها ايه ولنرجع لتصنيف سنة 2017 وده التصنيف بتاع جلوبر فاير باور في السنة دية يعني هنلاقي ان ترتيب الجيش الاسرائيلي وصل من بعد ما كان في 2006 على مستوى العالم وصل للمرتبة 16 في 2017 اما الجيش المصري كان العكس تماما وصل ترتيب الجيش المصري اللي كان يواخد ال 22 على مستوى العالم في 2006 للمركز العاشر على مستوى العالم في 2017 ولكن خلينا اقولك ان بعد برضو الرقم ده يظل اللي انت عامله ده كله اسمه شراء لصفقات السلاح بتشتري سلاحك والشراء مهما كان هو مش هيخلق لك كقوة عظمى لازم انت تبدأ تصنع سلاحك بنفسك احنا بقى وصلنا فين وعملنا ايه في بندي تصنيع السلاح ده خلينا يا باشا قبل ما نتكلم فيه نقول بس حاجة بسيطة انما فيش دولة في العالم كله بتصنع سلاحها بنسبة 100% يكفينا اقولك ان البحرية الامريكية المصنفة البحرية الاولى على مستوى العالم عملت تتعاقد مع ايطاليا انها تستورد منها تستورد عشر فرقاطات من تراث فريم برجاميني ده لان ببساطة امريكا بتصنع مدمرات بس ما بتصنعش فرقاطات وجزالك دول زي روسيا والصين فاتحين قنوات التواصل على بعض والشركات الصينية والروسية هاريين نقل تكنولوجيا من بعض تكفينا اقولك ان السخوي 35 اللي بتشتغل في روسيا بتشتغل على طول برضو في الصين ولا اعلم بتكون بتشتغل فين تاني في الشرق الاوسط معلومة مش اكيدة نتأكد ونقول مش اكيدة فالاولوية دلوات هنا ان انت تبدأ تصنع سلاحك الاساسي اللي انت تعتمد عليه على طول يعني نبدأ فرع فرع كده وبنهتم او نبدأ الاول بالقوات البرية وبالتحديد سلاح المدرعات والدبابات ومن ضمن الدبابات اللي بتصنعها وهي الدبابة ام وان ابرامس الامريكية الدبابة الرئيسية للجيش الامريكي وان مصنع متنى الحربي اللي موجود في مصر هو المصنع الوحيدة على مستوى العالم اللي بيصنع الام وان ابرامس خارج حدود الولايات المتحدة الامريكية يعني برا امريكا مفيش مصنع بيصنع الدبابة دي في العالم الا في مصر دول العالم كلها لو عازت الابرامس رح تشتريها من امريكا لكن في مصر احنا بصنعها عادي وولاية صديقة تتأكد من مصادر تحت عشان تعبان فيها خلي بالك بوسع عليها يعني الابرامس الامريكية بتتصنع في مصر بنسبة مكون محلي بتعدي 90% وممكن كمان نوصل لمية في المية كمان بس ده محتاج شوية صارف الزيادة يعني لأ حبة حلوين بس جاي قدام لسه موجود دلوقتي مالحة في مصر حوالي 1600 دبابة اما بالنسبة للمدرعات فاحنا بتصنع حوالي سبع انواع او سبع يعني مركات من المدرعات المدرعة الاولى والتي تم تصنعها في مصر من زمان جدا من اكتر من 50 سنة وهي المدرعة الوليد وهي مدرعة كانت مستوحاة من المدرعة السوفيتية بيتي ام 150 المدرعة دي اتصنعت في مصر وتصدرت لدول عربية وافريقية كتير بعد الوليد بدأت مصر تصنع الجيل الثاني من المدرعات وهي مدرعات الفهد الغنية على التعريف واللي شكلها ايكوني جدا لدرجة ان مدرعات الفهد بيتم استخدامها كنقلة اساسية لقوات الامم واتحدة في اي مكان في العالم هتلاقم لو انها ازرق كده فابيض وعليها الـ UN يعني صرارة الممكن تطلع قدامك يعني واللي تصنع منها من 1984 لحد 2013 حوالي ثلاث نصخ الفهد 240 والفهد 280 وأخيرا الفهد 300 ودي الاحدث فيهم ولنسبة المكون المحلي اعلى من الثانيين ومن بعد 2014 مصر بدأت يصنع حاجة اسمها الصلب المدرع وده اساس لكل المدرعات اللي بتصنع في العالم كله واللي بدأت يتصنع في مصنع مياه الحربي وبسبب الصلب المدرع ده في 2016 أو 2017 بدأت يطلع جيل جديد من المدرعات المصرية وهو جيل او عائلة التمساح عائلة التمساح هي عائلة من المدرعات المصرية اللي معمولة بشكل كامل فمصر والعائلة بتوفر خمس طرازات من S100 و 200 و 300 و 400 و 500 هذه المدرعات كلها بتوفي كامل احتياج للقوات المسلحة تريباً من أول نقل الأفراد والجنود والمعدات والقوات الخاصة وحتى استخدامها كقاعدة إطلاق منصات صواريخ وهنا نقدر نقول إن القوات المسلحة بدأت تكفي نفسها ذاتياً واحتياجاتها من خلال التصنيع المحلي أنت مش محتاج تستورد لها مدرعات ولا دبابات من بره تريباً بناء قطعة بحرية بيبقى أصعب بكتير من أنت تبني مدرعة أو دبابة إنها ضخمة جداً ومشتغل فيها أفراد كتير وبتقعد مدة كبيرة في البحر وهنا بدأت مصر شراكة مع شركة نافال جروب الفرنسية لتصنيع التراض الجو ويند في ترسانة الأسكندرية واللي فعلاً بدأ يتصنع وطلع للنور أول جو ويند مصري متصنع في ترسانة الأسكندرية باسم بورس عيد في 2020 عشان ديت تكون البداية عشان تبدأ مصر في تعاقد مع شركة TKMS الألمانية أو TKMS Group عشان تبني عندها الفرقات الألمانية الأقوى كمان أو يعني متعددة الاستخدام عن الجو ويند وهي الميكو A200 فخر الفرقات الألمانية واللي هنشوف أول فرقات ألمانية بإذن الله في 2024 خارجة من تنسات الأسكندرية أما بعد قوات الجوية فدي أصعب كاتيجوري لأن مش كل دول العالم بتصنع طائرات هم كام دولة كده معدودين عدد الصوابع كيفين أقولك أن الدول الأوروبية كلها داخلها شراكة أو داخلها شركة كده في تصنيع اليوروفايتر تايفون لأن تصنيع المقاتلات صعبة جداً والحقيقة كنت فاكرا أننا عشان أشوف خبر أن مصر تبدأ تصنع مقاتلة هو ممكن يحتاج وقت طويل يعني لحد ما طالع خبر أن مصر وكوريا الجنوبية هيبدأوا في تصنيع الطائرة للتدريب المتقدم الـ F-A-50 واللي تعتبر أحسن طائرة تدريب متقدم وهجوم خفيف في العالم كله الـ F-A-50 هي تعتبر توقمة كده للـ F-16 الأمريكية إن الشركة كورية للطيران اللي بتصنع الـ F-A-50 هي أصلاً بنتها بشراكة مع لوك هيد مارتن اللي بتصنع الـ F-16 في أمريكا فالطيارة دي مش بس تدريب ده هجوم خفيف وتقدر تستخدمها كده زي تاكسي كده موجود عندك يعني وتحافظ على سلامة باقي الأسطول من القوات الجوية ومتهلكوش كتير العقد هنا بيشمل تصنيع 50 مقاتلة عندك بعقد نقل التكنينوجيا داخل الأراضي المصرية والأول مرة هنبدأ نشوف مقاتلات متطورة في صناعة مصرية ودي كتصفقة مربحة جداً للجنب الكوري الجنوبي لأنه هنا بسبب مصر هيبدأ يخش بوابة لسوق جديد تام وهو السوق الأفريقي لأن انت مجرد ما مصر تشتري منك وتعمل نقل التكنينوجيا في دول كتير عايزة برضو طيارة تدريب متقدم ومتطورة وفي نفس الوقت سعرها قليل والحقيقة ان الشرك الكوري الجنوبي يعني متعاون جداً لا جداً الصراحة يكفي ان مدفع الكيناين هاوتزر هيتصنع في مصر قريب وان شاء الله ان شاء الله نشوف الدبابة الكورية الجنوبية كي تو بلاك بانسر برضو بتتصنع في مصر أسألوها يعني ايه؟ صبراً الفكرة اللي عايزة تاخد بالك منها صديقي اللي احنا هنا قدام خطة عملاقة للجيش المصري خطة مش بتيدف انه بس يبقى جيش اقليمي يحمي نفسه ويكون ليه سيطرة في النطاق اللي حواليه انت هنا بتحاول تظهر نفسك كقوة عالمية واستجيوش العالم وتبدأ تستغل الفرصة وتعدد الاقطاب وانه كل واحد مشغول في التاني وتحاول تعظم من قدراتك العسكرية وكمان السياسية لان التقالبات السياسية دي بتقلب معها بتقالبات عسكرية عشان لما تقوم حرب بين اتنين انا هاعرف احمي نفسي ازاي لانك انت هنا بس مش بتأسس لحماية نفسك انت بتأسس لهدف كبير جدا قدام وانا ممكن تسأل معلش يا محمد افرحاتي بيعني بالكلام ده كله وانا مش عارفها احكم على شوية المياه اللي جايل لي من الاسيوبيا وده حكين عليا وبانمين ساد وعزين اقطاع المياه علي وده بقى صديقي موضوع تسيبه لحلقة الجاية لان موضوع ساد النهضة اتغير فيه حاجات كتير والله اعلم ساد ده هيشتغل فعلا ولا لا انت بس اعمل الاشتراك وفعل الجرس كده ولو انت في الصفحة اعمل اشتراك في الصفحة وروح اعمل في قناة اليوتيوب انا عارف بتأقل عليك ان احنا عايزين نوصل 200 الف قبل اخر السنة دي ولو انت لك في الاستثمار والتداول عرضي ايفست هو صفقة مربحة لك جدا وبس كده سلام